هذه صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز أثناء تطوعه للقتال في الدفاع عن مصر في حرب العدوان الثلاثي مع بعض إخوته من أبناء الملك عبد العزيز وتربط الملك السعودي بالقاهرة ومكوناتها علاقات كبيرة ظهرت حتى بعد وصوله للملك في زيارته الأخيرة التي استقبل فيها استقبالا شعبيا ورسميا وكانت علاقة الملك حتى مع أقباط مصر كبيرة بأهم شخصياتهم أنذاك كالبابا شنودا الذي كان الرئيس سادات غاضبا عليه في آخر حكمه وحدد إقامته شنودا يغلط لأنه عاوز يعمل زعيم للأقباط زعيم سياسي وعايز يحقق أهداف خاصة عنده وشاعر بأن الأقباط متهضين فعاوز يعمل هذا لكن الرئيس مبارك عندما وصل للحكم ألغى هذا القرار توصل الأمير سلمان أنذاك هاتفيا بمصطفى الفقي في الرئاسة المصرية كنت أنا موجود وبعدين قاله صاحب السمو الملك الأمير سلمان أمير الرياض طالب الرئيس فقالوله الرئيس مستريح أو خارج القاهرة قال طب أشوف حد أيك أحمله رسالة من مكتبه فقالوله الدكتور مصطفى الفقي فكلمني مكان ما طيبة جدا زاكا مصطفى بود كأنه يعرفني ويعني ربما عم بعرف قلت له أهلاً وسهلاً يا صاحب السمو قال لي احنا جايين يوم الخميس والرئيس حيفتتح معرض الرياضي اليوم في أرض المعارض عندكم بس لنا طلب بسيط عايزين البابا شنودة يكون حاضر كان معزول طبعاً من يام السادات ومو بعد عن المناسبات الرسمية وكانت دي إحدى أولى المناسبات اللي حضرها ومبارك لما حكيت له هذا استحسن هذا جداً من العائلة السعودية أنها تعمل كده مع أقباط مصر بس ليش الملك سلبان طلب أنه البابا شنودة يحضر بنفسه كياسة وسياسة وفاهم وعارف أن مصر فيها 12% لـ 15% قبطة وبيوظفهم في السعودية بلا تفرقها فعايزين يشعر الجميع أنهم يعني كل من كانت العربية لغته الأولى فهو منا الديانة ليست أبداً سبباً للتمييز هل هذا كان الاتصال الوحيد بينكم بين الملك سلمان أو الأمير سلمان أنا ذاك؟ لم يحدث التصالات غير في الجندرية الوزير أحمد الأطان كان سفير هنا وخذ لي معهد مع ولي العهد الأمير سلمان في ذلك الوقت ورحت له وزارة الدفاع وقضيت معاه حوالي ساعة ساعة وشوية وحكاي لي عن زيارة والده الملك عبد العزيز لمصر وطلع لي الصور هو وإخوانه متطوعين في ستة وخمسين وقفين وقفين عساكر ومتدربين قال لي قبل عبد الناصر ما يعمل حرب اليمن وقبل ما يتكلم عن الاشتراكية وقبل ما يهاجمنا كنا معها تماماً تحدثت أيضاً في الجلسة عن زيارة محمد النجيب إلى مصر أيوة 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 ودي كان حكاها لي الأمير خارد الفيصل قبلها فبرده أنا ألتها على مسموع من سموه ولي العهد في ذلك الوقت خادم الحرمين الآن أنه نعمل التبرك عند المصريين أي حاكم جديد يروح السعودية أول زيارة فمحمد النجيب في سنة أغسطس 53 بعد الثورة بشهر هم عصروا الملك عبد العزيز سنة وشوية لأنه مات نوفمبر 53 والكلام ده كان يوليا 52 يعني الثورة عاشت مع الملك عبد العزيز سنة وشهرين ثلاثة فذهبوا وفد برئاسة محمد نجيب وعضوية صلاح سالم ومش عارفوا مين ومين ومين حسين الشافعي ما عرفش أهو مين وراحوا لزيارة الملك عبد العزيز فاستقبلوا من العائلة وادخلوا إلى الملك عبد العزيز في استرحته كان مريض مريض لموت كان كبر فقعد معهم وستمع إليهم بحكمة الملك يعني شوف بقى حكم الجزيرة العربية وطراموا كومها استمع إلى كل ما يقولون وسلموا عليهم وبلغهم تحياته وشكرهم بعدين دخلوا بقى أولاده وقالولوا كيف ترى يا طويل العم قال لهم ترون نجيب ده مش قائد الثورة قالوا نعم ده هو محمد نجيب اللي هو أركان حرام محمد نجيب ورأيه قائد الثورة كانش لسه في حد غيره أغسطس 52 قال لهم لا في حد في القاهرة بيحرك الأمور أقوى منه شوف اكتشف عبد الناصر من غير من حد يقوله شوف دهاؤه كملك قال لهم لأننا وأنا بتكلم معهم في بعض الأمور لم يستطيعوا القطع فيها أي أن لهم مرجعا آخر لابد أن يعودوا إليه في القاهرة فليس محمد نجيب هو قائد الثورة هو الواجهة الحالية فقط هذه نقطة تحسب للملك يعني لا يستطيع أحد هذه الفراسة إلا من كان هو عبد العزيزة السعود